مرحبنا اليوم اكيد نحكيه على البقلاوة الملعب التونسي الناتق الرسمي الجديد للبقلاوة السيدة نيسا بن فلاح حسينيس نحودي رحب بيقير من جديد بي، حبيت نقسم الحوار لثلاثة أجزاء الجزء الأول بيش نحكيه فيه على المظلومة اللي صارت البقلاوة اكيد ما يختلفوش فيها اثنين سواء تحكميا في مقابلة الكلاب وإلا حتى شبهات تلاعب اللي صارت في البقية المقابلات الجزء الثاني بيش نحكيه أيضا عن الغلاط اللي صارت كماما بيش ما نلقي اللوم الكل على الغير فما غلاط صاروا من هيئة الملعب التونسي وبعد ما نحكيه الجزء الثالث على المستقبل وماذا يصير في المستقبل باي، من نبدأه؟ نبدأه، ما جديد اليوم؟ بعد المعام عليه صارت ثلاثة أيام تقريبا من نهاية الشامبيوناء وفاية الجولة، وين وصلنا اليوم؟ هل هناك شيء جديد أم لا؟ بالنسبة لشيء جديد فما البيان لأثر الملعب التونسي ويتضل لهم اللي بيش نقوموا بيه الجامعة التونسية لكورة القدم بوصفة هي معناها الهيكل المشرف على المسابقة هذيه وبعد فما معناها عنا فريق قانوني كامل قانين ندرسوا في جميع الاحتمالات وباش نشوفوا معناها الاسويت معناها ديزي فانمون وين باش نوصلوه شنين الخطوات بشتم شوفيها؟ فما خطة وارف خريط تاريق واضح بشتم شوفيها؟ والله هي مزلنا شوية مزلنا معناها فما تشوف مشاورات ما بين كي ما قلت لك فما فريق قانوني كامل الخطوة الاولى هي التظلم للجامعة التونسية لكورة القدم اللي ان شاء الله تنصفنا هاتوا نحكيوا بعض على البلاغة اللي هبطتوا تحت استاد اليوم نجمو قلوة رسميا؟ بالترتيب تحت هاتوا فما كلم على امكانية العودة زادة؟ والله امكانية العودة ماش مربوطة بالملعب التونسي ممكن توا معناها برشا كلم بصراحة قاعد يتقال على الدوسي متاع الشابة في حالة معناها كوني التاس حكمت برجوع هلال الشابة للرابطة المحترفة الاولى وبعد ما يمش ان بعض اللي ما نشوف القرارة داية متاع التاس وقت اللي كلي حادثا حديث أما بالبالغة لها البطول اللي كنت احكيت عليه ش 정말 هدف منو بتغبط؟ والله الهدف منو برغم اللي معناها التوها العام الرياضي لكل في بالو معنى وشي في المظلمة معناها اللي تعرض لها الملعب التونسي معناها اللي مزيد الاذاحات معناه للرأي العام هذي ولمزيد معناها معناها باش نزيدو من بينو خطورة الشي معناها اللي صار.. ما نقولش أنا حتا في الجولة الاخرة خاصة في الجولات الاخيرة من البطولة هذي تعيدت الجامعة على فتح تحقيق بطبيعة بجردكم أن أتفضلكم كما أنت الظهر لي نعفو إذا كانت كلمة تحقيق في تونس راهو معانتها دفنات القضية لم أفهم أي حتى تحقيق تحل في القضية هذه وقلق أي قضية قبل ونرى نتيجة وافحة بغير أن يصبحوا حاجة أخطر تسجيلات هاتفية ومن هنا الحكاية هذه الكل والله يسليه مغزر الملعب التونسي له فريق كبير وفهم معناها مسار قانوني نحن نمشيه فيه معناها ما نجموش نقوله خاطر ما صار شايف الدوسيات اللي تحلت قبله ملتوه ما تسكرت ولا تسكرت ولا الله أعلم القرارات اللي وقع اتخاذها هشنية أما أفهمها مسار قانوني يزمك تتبعوا معناها شنون مش نعملوا احنا معناها بتحبنا كما معناها نهده بحرق البلاد مثلاً ولا باش نكسروا مجلس النواب اللي هو تابع منطقة باردو اللي هي معناها المعقل الملعب التونسي يعني احنا الملعب التونسي عانا اللي فالور متاعنا صحيح ممكن اللي فالور هذه متاعنا هي اللي ذرتنا في وقت ملاوقات دوك لكن احنا معناها ديما باش نقعدوا نتبعوا المسار القانوني وباش ندافعوا على جمعيتنا بكل ما أوتينا من قوة تشكوا لي فهمت اللاعب صحيح في قابلات الجولة الأخيرة لا بالنسبة لي انا منش شك بالنسبة لي انا حقيقة ثابت ممكن الاثباتات ناقصة شوية في العديد من الملعب تحكيلي انتي على الجولة الأخيرة مثلا والله الجولة الأخيرة معناها هاك تشوف معناها فاللي ريز يولتا نعطيك انا رقم الجولة الأخيرة دي اكثر جولة في البطولة تسجل فيها اهديف مثلا احنا في تونس في البطولة متاعنا مستنسين بالسكور متاع اربعة اربعة وثلاثة ثلاثة واثنين اثنين احنا مقابلاتنا معروفة اللي بريسك اللي مركي لو اللي يربح كان اكثر اقصى حاجة كانوا اثنين بواحد واحد واحد هيدو ما هو مالسكور اللي عم استلسل خاموا تمشيوا القضاء القضاء شنو؟ القضاء العدلي معناها نيه القضاء العدلي لياه اذا كان فهم شبهات تلاعب هذه حكاية متهمش فقط الكورة معناها فعله اه والله هنيها حتى تاو انتي تحكيلي انا بوس في راجل القانون معناها هنيها حتى كانوا فهم اثبتات انها النيابة العمومية تنجم تتحرك من تلقاء نفسها هم فهمتني؟ معناها هذي بش تمشي القضاء العدلي معناها نيابة العمومية هي اللي تيرت. يفي تونس نمشي لها وشوف وشوف. والله اه شبش نقول لك. فاليها عليها في في العديد من المواضيع المعنى ان نيابة العمومية تحركت من تلقاها نفسها. التلاعب هيدا عليش الملعب التونسي كان يخرج هو الخاصر منه. والله ما اشوف. احنا طوى كي نحطه قدامنا الجمعيات اللي تلعب على تفادي النزول. ها. باش بطبيعة الحال كل جمعية باش نشوفه شنو ما نقاط القوة متاحة وكذا. مانيش نحكي كرويا لو نحكي اكسترا سبورتيف تاو. مم. فهمتني كي نشوفه mieszمال الملعب التونسي مانيش مش نقول لهني اللي الملعب التونسي هو الحلقة الانظف. مهوش الانظف. مم. الحلقة الانظف. دونك دي من. اهما هي مم اقتنقلة مهاش انظاف? والله هي انما قلتش اما هي. السلاessedتونسيا هي انظف واحدة. مم. فيهم الكل. علي شبينهم لو قلين. والله هي. ا motives ما ع aynı MY لفيديو وشوفنا الدنيا كل شيء قبل الخاصة قبل الجولة الاخيرة وقبل جولتين. ام. قبل جولتين وجولة. شوفنا اللي هدد باشي احرق باشي طايح قانترا. واللي هدد باشي احرق البلاد. واللي هدد باشي يوقف معناه انتاج اه مادة حيوية في البلاد. فهمتني. ام. معناه هدية الكل هات هدي ديت. الملعب التونسي ما هدد بحد شيء. ممكن كان هددنا في وقت ملوقات بحرق مجلس النواب مثلا. حتى كنا نربح وثوية في الشعب التونسي. ممكن ريد اه نتيجة. وما ما ندعي وشلو حاجة اه. لا قتلك ممكن. احنا ما عملنا هاش وما عملش باش نعملوها. ام. ما عملنا هاش معناه قبل المنطيقة باش نعملوها تاوق وابعادي ما توحنا. ام. بي اه يقال انه فهم فرق تعتبر من منظومة رؤسيها مثلا انقراب لرئيس الجامعة. هيدهم مايتمسوش فرق هيدهم. بطبعا مايتمسوش. بي اه نمشي معك. اه انك تكون منظومة. وما تطيحش خاطرك. ما يقال انها منظومة بين القرسين. وما تطيحش. هيدا حاجة ما ايش بها بالكل. اما انك تكون منظومة. وطيح. فانه هيدا حاجة سيئة جدا. خاصة انه جريل بن عيسى رئيس ملاعب التونسي. ما يعتبرش من معارضين معتها السياس ودي عجري. كيف كيف يتقال عليه حاطة هو من ملاعبات التابعين المنظومة. كيف ايش بتابع المنظومة. معناه شنو. معناه يزم يكون قاعد يستفاد من حاجة. هكا ولاي. بش نجمه معناها. اني بدايو سير اللي هو تابع المنظوم. هو المشكلة ذاك. انت موافق وما تستفادش. شفنا شفنا الناس الكل ورقة الخضرة في الانتخابات من الناس الكل. ايضا اه من المقاربين ايضا سيدنا اعتبر جريل بن عيسى للرئيس الجامعة. ولاي. والله انا مراش من المقاربين بصراح. مراش من المقاربين. طنك ما استفادش الملعب التونسي. معناه كان بش تقول لي ها بش تحكيلي معناها. معناه موفق مدونو دونو ولاي. اه. هاي الجامعيات اللي اخرين الكل استفادت. شبيه الملعب التونسي ما استفادش. اه انت مثلا حتى. تحكمين تحكمين. خاصة يودي هو الاخر. تحكمين بما ينكر حتى حد استفدت في مقابلة النجمة السياحة. هذيك المقابلة الوحيد. فروس اهديف تقريبا. باش نكون موضوعي معاك ولاي. اه. هذيك المقابلة الوحيدة. انا نتحداك تخرج لي مقابلة اخر استفاد فيها الملعب التونسي. اه. نتحداك ونتحدا اي واحد يقول لي الملعب التونسي. انا النجم هاو بللي فيديوه قدامي. نجيب لك المظالم التحكمية اللي يتعرض لها الملعب التونسي منذ بداية الموسب. انا انا متأكد. ريتوما تقول لي مقابلة النجم الساحلي. الملعب التونسي ربحت ثلاثة نقاط كم شين هازمه. هكا ولاي. اه ده هو ولاي. ايه بتفهم. اربح ثلاثة نقاط معناه الملعب التونسي. الملعب التونسي اقل شي اقل شي. من المظالم التحكمية خسرت 13 النقطة. معناه فما ديفيرينس 11 نقاط. لقيقة ما عنديش الحسيبة ما استحضرت فقط مقابلة لي توالي. لا بتميحة خطر هذيكه صارت في اللقاء. لما انا زادة ما 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 انتي استحضرت مقابلة النادي الافريقي في الذهاب زادة. معناها هل يعقل انتي معناها يظلمونه ضد النادي الافريقي ذهاب و اياب بالطريقة هذيكه. معناها في اسلام رأوا حسبيا. حسبيا وكان مقابلة النادي الافريقي في الذهاب. اخذي نفا حقل يتزفروا ضدنا ثلاثة ضربات جازاة. وهو بشو نكون معاك موضوعي. فما الزوز ضربات جازاة خيالية. بخلاف معناها الامور الاخر. خطر الحيلة رأي ما هيش كان ضربات جازاة و. تعتبر عن قصد. بتبع عن قصد. ياخي تخلط حكم في كيما نصلنا الجوادي بالخبرة متاعه. عشرات السنين في التحكيم. يزفر بالطريقة هذيكه. شنولي شنولي اه. فما استهداف الملعب التونسي بشيتيح الملعب التونسي بالذات. والله فما استهداف كي تخلط معايا وقتلش من المرة. ما التحكيم. اقل شي نقول لك ما التحكيم. عليش. هاني قلت لك الحلقة الانظر. ياخي الملعب التونسي كي تضم حتى في باردو. وما يصير حتى شي. احنا مهمنيش نخاف واحنا. نخاف وكان من الامور الامنية وشنولي والدنيا وشنولي يتكسر وشنولي ما يتكسرشو. والعنف وكذا. هذي فريق حتى كي نظلموه. فهمني الفريق الضيف يروح عادي جدا. الا فماش مشاكل الامنية لبرا مستاد. زيد معناها اللعبة مغير جمهور. فهمتني. دونك معناها حاجة سهلة بارشا نستسالوه الفريق اذي ونظلموه. ونخدمو في رق اخرى ونعاونو في رق اخرى على حسابوه. ام. عليش في تونس ما تكلموش الجماعيات كان كي يظلموهما. طو مثلا في في قرية الشابة. تقريبا صامت كام وموافقة حتى مع جماعيات. حتى نعرف حتى الجماعيات تطلب باش تلعب معها ديماتشا ميكو الشابة تقول ليه معناها. معناها تظلمت شاني ساكت وقتاش ما انسان يتكلم. وقت اللي يتظلموه. ممكن هذيه اللي تحكي عليه. انتي هذيه نظرة استشرافية القدام وكذا وكل. ممكن احنا جماعياتنا في تونس منزلوا ما خلطوش لعناها للمرحلة هذي من التفكير. ترجمة نانسي قنقر